لا 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 هذه الإضافة التي أشاهدها الآن هي التي ينتظرها معظم الدول العربية لزيادة أو مضاعفة الأرباح في اليوتيوب أنا شخصيا كنت أنتظرها والآن تم تفعيل سوبرشات رسميا تم تتبيتها كإضافة في تحقيق الدخل يلا نشاهد هذه الميزة السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة لا أعرف ماذا سوف أقول ولكن اليوتيوب قامت بإضافة ميزة السوبرشات في اليوتيوب رسميا لعدد كبير من الدول العربية منهم مصر الجزائر وتونس وإلى آخره فكانت الرسالة التي وضعتها اليوتيوب في المنتدى هو أن المغرب أو هذه الدول سوف يتم تطبيق فيها سوبرشات ولكن غير موجودة وتحدثنا عن هذا الموضوع ولكن اليوم في شهر ستة يوم ثلاثة أنه تم تفعيل سوبرشات كما تلاحظون في مكان تحقيق الدخل تم إضافتها هي موجودة والآن سوف نتعلم كيف سوف نقوم بتفعيل هذه الميزة وكيف نستطيع أن نربح منها ولكن قبل أن نشرح لكم في هذه الميزة في هذا اليوم تحدث معي صديق من مصر فأخبرني لماذا أنت لم تقوم بتفعيل ميزة الانتساب وتربح منها في الحقيقة قلت له يا أخي الكريم أنا أنتظر ميزة أو إضافة سوبرشات فهي مربحة والناس تقوم بدعمك مديا أما الانتساب في الحقيقة أنا رأيي الشخصي فهو تمييز بين الآخرين يعني كيف سوف أقدم بعض الخدمات لبعض الناس وبعض الناس متابعين مخلصين للقناة وربما أو ليس ربما بل غالبا هم من كانت سببا في نجاح القنوات الخاصة بنا وسوف أفرض عليهم أن يدفعوا مال من أجل تقديم لهم خدمة فأنا شخصيا أحس أن شيء هناك من التمييز فأي شخص يسأل يعني قدم له أنا أنا شخصيا لا 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 غير مقتنع بهذه النقطة لأن المتابعين أجمع يعني واحد وكلهم يعني آآ منتسبين إلى القناة دون أن أقوم بتفعيلها وطبعا كما هو معروف أي سؤال نجيبكم في الأستغرام ولكن سبحان الله بعد ما جئت إلى المكتب وجدت أن السوبرشات تم تفعيلها والحمد لله والآن يلا يلا نتعرف على كيف يتم تطبيقها حرفيا العملية كما تلاحظون سوف نقوم بالدخول إلى تحقيق الربح في اليوتيوب ثم بعد ذلك سوف نختار السوبرشات يعني هناك الانتساب وهناك السلال الإعلانات نظرة عامة ثم بعد ذلك سوف نقوم بالنقر على البدء والذي لا يعرف سوبرشات طبعا معلومات سوف أشاركها معكم في أسفل هذا الفيديو في رابط ولكن على العموم أنت تقوم بعمل بس مباشر تمام وأناس تقوم بدعمك مديا يعني أنت تشاهد الفيديو الخاص به أنا أقوم بعملك البس مباشر سواء في الألعاب في الطبخ في المجال المعلومات في الربح يعني أشارك معك المعلومات أو ندردش إلى آخرين فهنا الناس أو أنت تقوم بدعمي مديا بالمبلغ الذي تريد لهذا لا أريد أن نقوم بإضافة الانتساب الانتساب أنك تفرض عليهم سعر وميزة لأشخاص معينين تمام؟ وربما يعني هناك وناس يحتاجون إلى تلك الخدمة وهم أصلا سببا في نجاح قناتك تمام؟ فلهذا سوبرشات ميزة رائعة سوف ننقر على البدء بهذا الشكل ثم تنبتق لك بعض الأمور التي يجب عليك التعرف عليها المهم على أي بعد ما تقرأها سوف تقوم بإضافة الاسم الخاص بك الاسم الكامل يعني الاسم الكامل الخاص بك تمام؟ لا تقوم بإضافة اسم يعني مجهول أو شيء من هذا القابل وهنا تقوم بإضافة الجميل الخاص بك الجميل الخاص بك يعني الجميل الذي تستخدم وهنا إذا كانت اسم الشركة مطلوب إذا لم تكن اكتب لا ينطبق اكتبها بالعربية لا ينطبق هكذا فقط لا ينطبق هنا ذكروا لك إذا كنت لا تملك شركة يرجى إدخال لا ينطبق في هذا الحقل تمام؟ إذا كانت لديك شركة فاكتب اسم الشركة الخاص بك ثم لقد قرأت هذه الاتفاقية إلى آخرها أقل يعني لا تكون عندك أقل من 18 سنة إلى آخره ثم القبول على هذه الميزة طيب المرحلة الأخيرة سوف تكون على هذا الشكل يعني تم تفعيل الملساقات العجيبة التي سوف تكون في البت وأيضا تفعيل سوبر شات إذا أردت أن تربح لابد من تفعيل سوبر شات تمام؟ حتى الآن أنت هناك قد انتهيت والشروط كما هو معروف كما ذكروا في هذا المكان يكون لديك ألف مشترك تمام؟ أزياد من ألف مشترك وأيضا يكون لديك تحقيق الدخل في الأدسس هنا سوف يسأل بعض الناس طيب أنا قمت بتفعيل سوبر شات والحمد لله الأمر كيف سوف أربح؟ المسألة بسيطة جدا كما تفعل البت المباشر من الهاتف عادي تقوم بعمل البت المباشر وسوف تظهر على هذا الشكل يعني هذا الشخص يقوم بعمل البت المباشر وسوف تظهر للناس على هذا الشكل بأي قونة الناس سوف تنقر على coaching هل انتساب أو سوبر شات سوف أختر سوبر شات وسوف أساهم معه بالمبلغ الذي أريد مثلا بهذه المبلغ ثم الإرسال ثم سوف نقر على الإرسال فبكل بساطة وأختار أي عدد أي مبلغ سوف أقوم بإرساله لصاحب البتس المباشر هذه هي الطريقة التي يتم إرسالها فالأرباح عندما تقوم بالدخول إلى القسم الخاص بالأرباح تدخل الإحصاءات غالبا سوف تكون في مكان خاص بالأرباح في هذا المكان سوف تجد هنا الأرباح المقدرة من الإعلانات وأرباح اليوتيوب بريميوم وأيضا سوف تجد الأرباح الخاصة بسوبرشات في هذا المكان يعني الأرباح الخاصة بك طبعا الأرباح سوف يتم جمعها في آخر يوم في آخر شهر يوم 2 أو 3 أو 4 أو 9 من كل شهر سوف يتم إرسالها إليك في حسابك الأدسنس وبكل بساطة هذه هي العملية وسوف نجربها ونرى هل سوف تكون هناك مساهمات وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته